بعد أن استمر الحديث عن التجهيز لانعقاد مجلس النواب لفترة جاوزت العام والنيف يكاد يتحول الحديث إلى واقع الأخبار الواردة من سيئون المدينة التي يفترض أن يعقد فيها لقاء المجلس الأول منذ انقلاب الميليشيا في سبتمبر 2014 تقول إن العديد من أعضاء المجلس بدأوا يصلون تباعا إلى المدينة وصول الأعضاء كان قد سبقهم قبل يومين وصول قوات سعودية إلى المحافظة لم يكشف عن مهامها أكانت لتأمين المدينة أم لأغراض أخرى لكن الواقع أن الوصاية ربما هي هدف أساس في وصول تلك القوة سواء على المجلس وعمله أو على محافظة حضرموت قبل سفر الأعضاء إلى سيئون كانوا قد اجتمعوا في الرياض وتخلل تلك الاجتماعات نقاشات وربما اختلافات كثيرة حول من يمكن له تولي رئاسة المجلس خصوصا وأن الرئيس هادي يسعى لفرض أحد الموالين له لرئاسة المجلس وعن تلك الحسابات التي تدور في ذهن هادي يقال الكثير إنعقاد المجلس لأول مرة منذ الانقلاب لا يمكن أن يكون في إطار استكمال بناء مؤسسات السلطة الشرعية العقيمة وحسب بقدر ما يضعه أمام مسؤولية تاريخية نظرا للظرف الحرج الذي تمر به البلاد الحديث عن المهام المتوقعة للمجلس يحيلك على لسان أي من أعضائه إلى إعادة دوره في نقاش وإقرار الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الدور الرقابي والتشريعي وتلك مهام مصاحبة لوجود دولة ومؤسساتها أما في ظرف لا دولة الذي يمر به اليمن الآن فإن المجلس أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة أهمها استغلال سلطته في الحديث المسؤول عن إخراج البلاد من وصاية التحالف في المناطق المحررة والتعامل مع الانقلاب في بقية المناطق أما أن يتمحور عمله حول ما ذكر من مهام فإن ذلك يجعل منه سلطة عقيمة وشكلية لا تقدم ولا تؤخر بل الخوف أن يتحول المجلس إلى مشرع لحرب التحالف على اليمن مثل ما يتوجس الكثيرون